اشتركوا في القناة في كشف لحجم السرقات خبير اقتصادي يكشف ما يسرق في العراق يوميا ولدينا في العنوان الثالث فساد دوائر الدولة العراقية شخص يدفع ستة الاف دينار عراقي من اجل استلام سنوية السيارة بعد ان رفض تسليمها بالمجان وفي العنوان الرابع لدينا تلوث المياه يهدد الثروة السمكية في العراق ونفوق كميات كبيرة من الاسماك في الخبر الاول لدينا يعيش العراق واقعا امنيا منهارا بعد ان استفحلت ظاهرات السرقة والسطو المسلح وغيرها وقد تم انتشار عدة مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه كاميرات المراقبة وهي تسجل وتوثق هذه الحالات وسط غياب للامن فنوشاهد عشكامش بي بسات اسمي ستشيني فنشيتشيني ممشي ممشي زي فالحان ممشي زي فالحان ممشي زي فالحان ممشي زي فالحان طبعا بمقطع اخر ايضا حول نفس الموضوع كاميرات مراقبة اخرى في احدى المناطق المختلفة ايضا رصدت سرقة اخرى لاحدى المولدات الكهربائية في العاصمة بغداد فنشاهد لا لا ايضا شوهر شوهر و سعيد و كاميرا هل احب ما يقول الكاميرا ايضا غ هل افق هâlسا جمある المولدة ايضا الصوت يفلح يا الله صعد واحد من عندهم واحد وقته هو فرسة صعد فوق صعد الشربة على المولدة شب شو ناضح الصورة عاليا نضيف نضيف ننضيف نضيف 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 أشرد أشرد أملخ أحملنا أحملنا هذا الأثر هذا الأثر أخذ سبعة أخذ ساعة طبعا الإضاحة السرقات التي تتم في بغداد أو في محافظات أخرى حول سرقة أي شيء إن كانت مولدة كهربائية أو غيرها رصدت وكثير من الحالات الأخرى رصدت هذا المقطع تحديدا لنعيد الصياغة فقط السارق سرق كاميرا المراقبة بحد ذاتها كاميرا المراقبة المسؤولة عن رصد السارقات قام السارق بسارقتها لا أعلم هل هو نوع من التحدي أو يعني بهدف الطمع والسارقة لهذه الكاميرا عموما بخبر آخر خبير اقتصادي عراقي كشف عن حجم السارقات التي تتم في العراق والتي تسرق على أثرها قوت المواطن وحقه كذلك في البترول وغيرها بالأرقام فلنتابع وغيرها فقررت السارقات فقررت السارقات وغيرها وغيرها اكتشفت مسألة كلها مهمة وحقه نحن 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 نسروقين من المال بس لا أعتقد حتى اتكي كلنا معنا نسروق ما هو اليوم العراق ماليون المشاكل أربع مليون المشاكل يوميا اربعة مليون قدر لي قد نقول الربعين هي ستين مو ستة وستين سوريا اربعة مليون في ستين يعني احنا باليوم نبيع ميتين واربعين مليون دولار اربعة مليار يوميا احنا نبيع اربعة مليار دولار بس شنور نفت في شهر كم يوم؟ ثلاثين على ميتين واربعين مليون يعني في شهر احنا نبيع بسبعة مليار وميتين نفت رجزو يالي اجزم لك وطبط على القدار وعيد بكياها ستين دولار في اربعة مليون بمليون مليون منعاب لميتين واربعين مليون بلعب طرم هذي شهر كافي يوم على سبعة وميتين مليون انا رجل اقتصادي رجل تجاري اقتصادي هذا الان ينافسني لان انا على الله طلع من الدني احكي لكم بالسيرة المبسطة امون الشميار سبعة مليار وميتين مليون هذا شنور بالشهر اغلبها في 12 السنة يطلع العلاق يبيع 86 مليار ومص 86 مليار ومص 86 مليار هاي احنا بشنوا واردات العلاق النفطية 86 مليار ومص كما نقول واردات بيع وشراء اقارات الدولة واردات المطارات هاي احنا دولة امونتجة زي اندمي خلي نقول صافيات مال اللفط بقى عندنا 120 مليار المية وعشرين مليار هاي سويت حسبة ومشت المية وعشرين مليار قسمتها على شعب تعداده 37 مليون على فترة تعداده 37 مليون تعداده 37 مليون تعداده 37 مليون تعداده 37 مليون تعداده تعداده 37 مليون لقيت حصة المواطن العراقي حصة المواطن العراقي حصة المواطن العراقي بالسنة 32 ألف دولار ومتين وخمسين يعني بشهر اجلت لازم حصة المواطن حصة 2627 دولار كل مواطن اذا كان قفل عمره يوم او عمره سبعين سنة حصة 26 مليون يعني حصة 3 ملايين و 360 كل مواطن العراقي حصة 3 ملايين و 360 على اساس انه مارك واحد مو موظف باعتمار كل احنا موظفين وناخذ من الدولة تبقينا كل واحد 3 ملايين و 360 يعني شنو يعني اللي يشتغل بالكهراء ماخذ راتفة والعسكري ماخذ راتفة والقعد البيت ماخذ راتفة والبرلمان ماخذ راتفة والشرطي ماخذ راتفة احنا نجي على مستوى ضبار ومدراء عامين ما يأخذ 3 ملايين و 360 احنا سبع حكومة سنوزع 3 ملايين و 360 لكل مواطن ومن رو يتدمين ما يأخذ فلوس من المواطن يعني سوى المواطن العراقي عشو تراخل حد يوطي وهو عصد 3 ملايين و 360 وعثنا لكم هاي الواردات كلها الحكيناها المظر بالحد عصفة الميناء يا رحمة لكم احنا قبنا اليوبي بعد نتعال النفط 150 يجب تتعبون مني سؤال وجيه ان كان سعر البرميل لنفط بهذا الانخفاض مقارنة بما كان عليه سابقا وكان سعر البرميل طبعا كما اذكر وصل الى 150 دولار للبرميل الواحد اين ذهبت هذه الاموال اصاب الاتهام لا تحتاج الى عبقري ليحلل هذه القضية من في السلطة هم اتهموا نور المالكي وقتها بانه سيطر وسرق اكبر كمية من الاموال الموجودة والبقية تم سرقتها منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة طبعا اختفى من العراق ارقام ضخمة جدا لا احد يعلم اين ذهبت هذه الاموال لا يوجد اوراق رسمية لهذه الاموال لا توجد طريقة لاسترداد هذه الاموال هذه هي الكارثة الكبرى العراق الان داخل مرحلة الديون داخل مرحلة الاقتراض مزيد من العبء يضاف على الاجيال القادمة ليس على هذا الجيل على الاجيال القادمة الاجيال التي ستدفع ثمن السرقات والفساد واللصوص الذين يحكمون في العراق الان في خبر اخر ضابط حكومي يكشف عن فساد دوائر الدولة يوثق حالة فيها يقوم بمحاولة استلام سنوية السيارة بعد تجديدها عن طريق ارسال احد اقاربه للاستلام لكنه يتفاجأ ان الدائرة لا تسمح بتسليم السنوية لأي شخص سوى حاملها طبعا هنا سيقول البعض هذا القانون الضرب ان هذا الضابط استطاع يحصل على سنوية سيارته من دون الحاجة للذهاب الى الدائرة الحكومية فقط عن طريق دفع مبلغ ستة الاب دينار عراقي على هيئة كارت لشحن الرصيد فلنشاهد السلام عليكم انا حاليا في الكاظمية قراج المرور المرور مع الكاظمية بدأ استلم السنوية مع السيارة فتعرفون القراج مع الكاظمية القراج مع الكاظمية والمرور هذا جوه يعني فتفرق كلش طويلة انا عدي اصابة كلكم تعرفونوا اللي يعرفني قريب على اللي يعرف هذا الموضوع فما اقدر امشي هاي المسافة الطويلة جدا يعني تقييما بيها فوق الكيلومتر فتزيت المستفتكات مالتي السنوية والجنسية وهوية تعريفية اخرى بيد ابن اختي حتى يستلموا الوصلي راح للمدير راح للضباط راح للدنيا كلها ما قبلها قالوا له الا هو يجي بنفسه يلا ننطيه السنوية والسيارة فخابرني ابن اختي قال يا بالوضع هي شي قلت لطيني واحد من الضباط حتشوية 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 قال لي هسا يشوف الوضعية بعدين اعتدر قال لا قال لي يجي الشخص نفسه يا الله المدير وتعليمات والشؤون المفتشية والكذا حتشوية ابن اختي قلت له شوف واحد من الضباط اللي يشتغلون السماسرة اللي يجاوه بالمرور شوف لي اخ استلمها حتها بفلوس ماهو ماكوش قال خابرني كان يقول لي لقيت واحد بكارت رصيد ابو الخمسة يجي بالكياه قلت له ماهو شطيه انا حاليا هسا موجود بالقراج خابرني قال لي استلمتها السنوية السيارة السيارة سويت اي جبت اي 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 وين هي اي تنية بي اش ستة ونص ستة الاف ونص اي كارتر الخمسة اي انتهت القضية لا قانون ولا اجراءات ولا تعقيدات مجرد ادفع قليل من المال يمكنك ان تنجز اي معاملة في العراق هذا هو الوضع هذا هو الحال عندما يعترف نائب برلماني يقول بان انا ارتشيت فلا غرابة من اصغر موظف موجود في الدولة لا غرابة لا غرابة عندما يجاهر المسؤول على اموال الشعاب المسؤول على حقوق المواطنين يجاهر بسرقاته وبفساده ويضرب النائب الاخر بان ايضا هو ارتشى وايضا هو سرق لا غرابة عندما يكون المسؤول في الدولة سارق ان تستغرب من بعض المواطنين ليس تبرير الكل سارق الكل مرتشي ولكن هذا هو الوضع في العراق بشكل عام في خبرنا الرابع احد الشباب العراقيين قام بنشر مقطع يظهر فيه الحال المأساوي الذي وصلت له الثروة السمكية والمياه في العراق فلنشاهد السلام عليكم متابعين قناة هاشم جهات اليوم ارصدت هاي الحالة ويه الحالة ابني اني جبته جبته من هذا النار الخايس هذا كان انظف نهر بالشرش هسه كما تلاحظون هذا النار مناككو مجاري ونهر خايس فتحوا علي هذا النار وهسه هذا النار صار به كل السمك ميت هسه كما تلاحظون باع السمك هنا امتشر هسه صورو لكم السمك مطشر وميت من وردائي المجاري الخايسية اتمنى من كل واحد شريف عراقي يشارك المنشور ويوصله للمسؤولين يعني شن ذنب هذا السمك بدلا ما هذا يموت العالم تترزغ منه والله حرامات هسه شن ذنبه شن ذنبه صور النار عبا صور النار صور النار ما كتم قتلهي شوفوا لاحظوا لاحظوا هاي هاي غليل هسه راوكيب كثير وشوي ورجعتكم هاي هاي شوف هذا السمك باعوا لي طفح حرامات والله حرامات يعني سمك الهسه فيه يوصل كلا سمتي وبلطي حرامات والله حرامات شوفوا كما تلاحظون بعدها ما احتي شوفوا شوفوا هذا السمك شوفواها سمتي والله حرامات شوفوا شوفوا النهر متروس سمك متروس متروس سمك شوفوا 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 سمك اتمنى توصلوني الكلمة سوش اللي اشيك يصير بالعراق دمار الشعب احني احنا ما نحتي هاك شوف فتحوا النهر الطايد شوفوا سواوا بالسمك هسان اجد موام شرق السمك باعوا كل السمك مطفح هاك شوف باع السمك في فقرة اراؤكم لدينا مقطع قبل ان ندخل على فقرة التعليقات رجل من الناصرية يصل به الالم على حاله المعيشي ليمزق ثيابه في احدى المظاهرات الرافضة لخصخصة الكهرباء فنشاهد نظر جزء نظر جزء غاية نظر جزء نظر جزء جزء نظر جزء نظر جزء خوان نظر جزء ان تكون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قامت بها عائلة المعتقل اسباب الاعتقال لا احد يعلم اي شخص يتحدث الان في العراق يعتقل ان قال لا للسلطة نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع غريب يقول الله اكبر على هذه الحكومة الظالمة والمتسلطة على الشعب العراقي في تعليق اخر لدينا ايضا حازم يقول والله ما دمر البلد غير الاحزاب الفاسدة شغلهم نهب وسلب وخطف وبكل شارع مقر الهم 150 حزب مرشح للانتخابات المقبلة البلد رايح للهاوية 200 حزب 200 حزب يا حازم بحسب المفوضية العليا للانتخابات يعني ارقام مهولة من الاحزاب عصام يقول هاي الاحزاب الفاسدة التي دمرت البلد كل حزب عنده جيش خاص وانبوب نفط ووزير فاسد لعنة الله على الظالمين واقع حال واقع حال للأسف الشديد طبعا لدينا ايضا ابو سجاد يقول هاي طلعت مو حكومة عصابة عصابة خطف يا سبحان الله هذولة يردون الشعب ينتخبهم كلا كلا لكم يا مجرمون ولدينا ايضا ابو طيبة يقول تصرفات عصابات وليس حكومة هكذا هي اللصوص تبا لكم يا طغات زوالكم قريب يا من سرقتم اموال العراق وبقي لدينا تعليق اخر احمد يقول طفح الكيل والله اصبحنا لا نطيق الصبر على هؤلاء الظالمين لظلمهم وطغيانهم الرد يكون بالتنفيذ بالتطبيق وليس فقط بالكلام ربما كمثال هكذا النار الشعب الايراني كيف انتفض أمام الطغات نعود اليكم بعد قليل في فقرة هاشتاغ هاشتاغ بعنوان اصف 2017 بكلمتين وسم تم تداول على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي متابعة تغريدات على هذا الموضوع خليل للرفاعة يقول سنوات ونحن نردد هذه السنة ستكون احسن من غيرها ما زلنا والحقيقة نحن في بلاد القهر العراق نعيش اسوأ سنين في ظل عصابة تتحكم بثروات الشعب مع الاسف الشديد هذا هو الواقع لدينا ايضا في التغريدات كامل يقول بالنسبة العراق من سيء الى اسوأ ما دام هذه الحكومة باقية والبرلمان الفاسد باقي العراق ما راح يشوف خير بقاء السلطة وبقاء البرلمان هو هلاك للعراق محمد يقول الشعوب العربية كالسفينة في وسط بحر هائج تتلاقفها الامواج من كل جانب لا تصل الى بر الامان بإمكانها ان تصل الى بر الامان برغبتها وقدرتها وعزيمتها على ذلك اخيرا جون يقول العراق من خراب الى خراب بدون امان بدون خدمات واهمها الكهرباء كان هذا ما لدينا بفقرة هاشتاك نعود اليكم بعد قليل اشتركوا في القناة في فقرة بعد الهاشتاك لدينا مجموعة من المقطع التي سنعرضها لحضراتكم اول مقطع لدينا موضوع الفقر في العراق هذه الكارثة الكبرى البلد النفطي بلد مليء بالثروات مليء بالاموال ولكن مع هذا لدينا نسبة فقر عالية جدا فنشاهد سجلت نسبة الفقر في العراق قبل عام 2014 ما بين 13 الى 15 بالمئة فيما كشفت وزارة التخطيط العراقية مطلع عام 2017 عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 30 بالمئة خلال العام الماضي 2016 بينما بلغت 31 في المئة في المحافظات الجنوبية ونسبة 13 بالمئة في بغداد واكثر من عشرة ملايين مواطن يعيشون تحت قط الفقر من اصل حوالي 38 مليون مواطن عراقية اي ان نسبة 30 بالمئة من سكان العراقية يعيشون بتكلفة 2.20 دولار لليوم الواحد نسبة البطالة وفقا للتقارير يعاني اكثر من 43 بالمئة من البطالة في موضوع اخر المظاهرات في ايران ايام تمضي مظاهرات مستمرة ارتفاع وطيرتها بشكل اكبر استدامات مع القوات الحكومية الشرطة الجيش الباسيج الحرس الثوري بالنسبة لقضية الباسيج هذا المقطع تحديدا سنعرض به حادث غريب في المظاهرات الايرانية اثناء تصادم المتظاهرين مع قوات الباسيج غير الرسمية كيف نشاهد موسيقى موسيقى لا المنطلون بقى لا المنطلون اه موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الختام اشكركم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لطيب المتابعة نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى